اشتركوا في القناة تكريم النهاردة نعرف ان في ناس كتيرا مستنية التكريم بس انا بعتزر عن التكريم النهاردة ان شاء الله وبناجله لبداية الترمي التاني نظرا لديق الوقت وعلشان اديكم مساحة اكبر من الوقت للمراجعة احباتي ان شاء الله هناجل موضوع التكريم في اول فيديو في الترمي التاني ان شاء الله سيتم التكريم الطلبة اللي اجابه واجابات صحيحة في اخر كوز عندنا في اخر فيديو لنا فيديو النهاردة احباتي هو فيديو للصف الثاني الاعدادي هو عبارة عن امتحان متوقع رقم اربعة من القناة على الترم الاول الامتحان المتوقع الرابع من القناة للترم الاول وان شاء الله هسيب لكم اسفل هذا الفيديو جميع فيديوهات امتحانات ومراجعات الصف الثاني الاعدادي اسفل هذا الفيديو اكتر من عشرين امتحان للي حابب ان هو ان شاء الله يتفرج عليها اسفل هذا الفيديو وبفكركم ان انا سيب لكم روابط الانضمام معنا في الجروبات بتاعتنا. وبفكركم لو دي اول زيارة لكم للقناة سبسكرايب او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول ولايك وشير للفيديو دعم لينا ودعم للقناة وتعالوا مع بعض نبدأ اول سؤال عندنا وهو سؤال الاستماع هنستمع مع بعض الى قطعة ومن خلال الاستماع هنحاول ان احنا نجاوب على الاسئلة اللي اربعة اللي القطعة بتقول طنطة is located in the north of Egypt. Lots of cotton is growing in the area. It is known for its delicious sweets. طنطة's beautiful الاحمدي mosque is visited by thousands of people every year. سؤال الاول where is طنطة? اين تقع طنطة? ايوال اختيار رقم D. North of Egypt. شمال مصر. what's الاحمدي in طنطة? ايه الاحمدي اللي ذكر في القصة او في القطعة هو عبارة عن اموسك مسجد. what is طنطة famous for? طنطة مشهورة بايه? ايوال سويتس الحلويات. how many people visit الاحمدي in طنطة? كم عدد الناس اللي بتزور مسجد الاحمدي? thousands of people. آآ آلاف من الناس. السؤال التاني احبتي هو الديارل. رودينة and marium are talking about daily routine. رودينة و ماريوم بيتكلموا عن الروتين اليومي. رودينة do you have a daily routine ماريوم? هل لديك روتين يومي يا ماريوم? فطبيعة هتقول yes I do. لان تحت بتقول لها طيب وبتصح الساعة كام? كلنا عندنا daily routine. فهتقول لها yes I do. وبعد كده بتسألها سؤال فقالت لها I get up at six thirty in the morning. يبقى اكيد متى تستيقظين? متى يعني ايه? when? جميل. وبعدين الفعل المساعد عندي هنا I get up. هنخلي الفعل المساعد ايه? do. لان الجملة هنا مضارع. والفعل ما معوش s. مضارع هو get up. ومعوش s. يبقى بنحط do. يبقى when do. والفعل I بحوله اليو. تبقى when do you get up? do you make your breakfast? هل انت او هل انت بتعمل بتاعك? فهتجاود تقول yes I do. او no I don't. تعالوا تشوف الجملة التحتانية كده. سألتها سؤال اللي تلها my mom always makes it for me. ماما دايما هي اللي بتعملهولي. يبقى يكيد قالت لها ايه? no I don't. مش انا اللي بعمل. فهتسألها الطبيعي هنا تقول لها مين بيعملهولك? علشان تحت بتقول لها my mom always make it for me. مين يعني ايه? من يعني هو? هو? وبعد كده هشيل مام بس. my mom وحط مكانه. يبقى هو makes it for you. بحول me الى you. هو makes it for you. طب ولحط always مفيش مشكلة. هو? هنقول هو always makes it for you. المهم ان احنا بنغير ضمير المفعول مي الى ضمير المفعول you. how do you go to school every day? كيف تذهبين الى المدرسة كل يوم? فهتقول I go to school by bus. ده سؤال سهل. انا اذهب للمدرسة بالاتوبيس. تعالوا نقرأ القطعة مع بعض ونحاول نجاوب على الاسئلة اللي تحتها. عادل's parents always advise him to go to bed early. والده عادل دائما بينصحوه انه هو يذهب الى الفراش مبكرا. so as لكي not to be late for school. لكي لا يكون متأخرا على المدرسة. he is fond of playing computer games. هو مغرم بي. يعني مغرم بي. ياريت نحفظ الكلمات دي يا شباب. لعب الكمبيوتر. الجمعة الماضية. مساء. he spent a very long time. هو اضى وقت طويل جدا. doing that. في فعل هذا. هذا دي بترجع الايه? بتعود على انه يلعب computer games. متاخر. so that. so لذلك. he went to bed very late. لذلك هو زهب الى الفراش متأخرا جدا. the next morning. الصباح التالي. he couldn't get up early. هو لم يستطع ان يستيقظ مبكرا. he ran to school. هو جري للمدرسة. he didn't prepare his school bag well. هو لم يجهز. prepare يعني يجهز. شنطة المدرسة well. جيدا. in the class. في الفصل. he didn't find his science or english books. هو لم يجد. didn't find يعني لم يجد. كتاب العلوم ولا الانجليزي بتاعه. he tried to borrow them. هو حاول ان يستلفهم او يستعرهم. برو يعني استعير. but he couldn't. ولكن لم يستطع. his teachers معلمينه were angry with him. كانوا غطبانين منه. he was sorry. هو كان آسف. he apologised to them. هو اعتذر اليهم. saying. قائلا. i am very sorry. انا آسف جدا. i will never forget my parents advice. انا عمري ما هنسى نصيحة والدايا. why did Adil go to bed late. او السؤال ليه. عادل راح نام متأخر. لانه هو. he spent a very long time doing that. doing that اللي هو ايه. playing video games. او كمبيوتر games. he spent a very long time playing كمبيوتر games. why were his teachers angry with him. يلا نفكر كده ليه معلمين وكانوا غطبانين منه. هيوة. في الاخر خالص. he didn't find his science or english books. he tried to borrow them. but he couldn't. والحطة دي هي اللي فيها الاجابة. يبقى. because he didn't find his science or english books. what's the importance of sleeping early. ما هي الاهمية بتاعت ان احنا ننام بدري. اهمية ننام بدري دي من عندنا مش موجودة في القطعة. يعني ممكن تكون حاجة شبهها كده جات في القطعة. وهي ان احنا هنصحة بدري. تمام? ونروح المدرسة في المعاد بتاعنا. يبقى. we or to get up early. كي نستيقظ مبكرا. to be healthy. ممكن تبقى اجابة برضو. لكي ينظل بصحة جيدة. to come to school on time. لكي ينصل الى المدرسة في المعاد المحدد. في السؤال الرابح هنا على القطعة برضو. بيقول لي عادل got up late last. عادل استيقظة متأخرا. last a friday ولا sunday ولا saturday ولا monday. تعالوا نرجع كده. هو بيقول لك his parents advised him to go. البعدين بيقول لي هنا last friday. تقلب لك مش last friday هي الاجابة. evening مساء. he spent a very long time doing that. اقضى وقت كتير في ذلك. في ان هو يلعب العاب بكمبيوتر يعني. so لذلك he went to bed very late. the next morning he couldn't get up early. صباح التالي اللي هو بعد يوم مساء الجمعة. صباح التالي اللي هو ايه? ايوه اللي هو السبت. تمام? السؤال ده فيه تركاية كده يبقى saturday. the underlined word them refers to عادل ز ايه? them هنا بتشير الى عادل ز ايه? he apologized to them. هو اعتذر اليهم. الى مين? الى المدرسين بتوع? يبقى بتشير الى. عادل ز بيرانس. والدة عادل. نصحوه. not to go to bed. ها? ايوه في ناس بتقول لات. لا على فكرة. هي موجودة في القطعة لات. بس. to go to bed early. يبقى not to go to bed late. يبقى not. قال لا يذهب الى الفراش متأخرا. خلي بالك هنا هي منفية. هي جات في القطعة آآ عادل ز بيرانس. to go to bed early. تمام? لما يجيبها لي هنا اقول لي not to go to bed. يبقى لات. دي برضو تركاية من ضمن التركات. ندخل على سؤال اللي تشوز. وعندنا المفروض هيجي لنا عشر اسئلة. انا اجاب لكم تلاتين سؤال. علشان اقدر الام كل جزئيات المنهج. ان شاء الله يا رب الاسئلة هتعجبكم. سامي works as a space for a charity that helps to clean our local beach. يلا كل واحد فينا يوقف الفيديو ويحاول يفكر في الاجابة. ايوة. متطوع. خلي بالكم ليه جمعية خيرية. اول ما يقول لي charity يبقى على طول. the space takes you to the top of a building without using the stairs. يلا نفكر ايه اللي بياخدك لأعلى المبنى بدون استخدام stairs اللي هي السلالم. خلي بالكم stairs يعني السلالم. ايوة برافو عليكم. lift اللي هو الاسنسير. هنا lift معناها المصعد او الاسنسير. تمام? ladder اللي هو السل من ali. hall يعني طرقة. lift هنا معناها الشمال او الماضي من كلمة leave. يغادر. hana usually space dinner for her family. hana usually. ايوة. makes a dinner. يعد او يجاهز العشاء يبقى makes a dinner. their first home is big space a garden. منزلهم الاول كان كبير. وبه garden. ايوة. with a garden. with a garden. ناخد بالنا من حرف الجر يعني فيها احيانا في ناس بتنسي حرف الجر. my grand father space work in 2015. ايوة سامح حد بيقول 2015. يبقى ماضي. يبقى هقول stopped. جميل. برافو. كل اللي جاوب stopped. برافو عليهم. سؤال السادس. don't play football. لتلعب كرة قدم here. هاو هنا. or you might. وإلا. you might space that car. وإلا. هتبوز السيارة. نتلعبش هنا. خلي بالك. وإلا. هنا or يعني. وإلا. you might. ربما. might يعني ربما. تمام. damage that car. تتلف السيارة. these balls. هذه الاواني او السلطانيات. are made of. تصنع من. ايوة. clay. الطمي. او السلصال. you must buy your space before you enter the theater. يجب ان تشتري ايه قبل ان تدخل الثيتر اللي هو المسرح. ايوة. ticket. جميل. برافو. this is the shop. space my mother usually buys our clothes. هزا هو المحل. حيث موما بتشتري منه الملابس. خلي بالك المحل اللي موما بتشتري منه. محل ده مكان. يبقى بخد له ايه. where جميل قوي. where my mother usually buys our clothes. طيب. while he was running. بينما كان يجري. قاعدة وايل. بينما كان مستمرا في الجاري. في حدث قطعه بقى اللي هو ايه. انه هو سقط ارضا. يبقى هي. يبقى اجيبه في الماضي البسيط. يبقى fill down. يبقى ماضي مستمر. ماضي بسيط. space are not a complete building. مبنى غير مكتمل. ايوة. اللي هو البقايا او الاثار او اطلال مبنى متهدم. my uncle was a space for the red crescent. ايوة متطوع. طب نعرف red crescent دي يعني ايه? ايوة الهلال الاحمر. يبقى متطوع في الهلال الاحمر. I help to look space my little sister when my parents are busy. انا بقى وساعد في الاعتناء باختي الصغيرة. يبقى look after جميل. كل اللي جاوب look after bravo عليكم. a or an space of drawers is where you can put your clothes. حيث تستطيع ان تضع ملابسك. احنا خدنا ده كده يا جماعة اللي هو chest of drawers. اللي هو خزانة زات ادراج. نحفظها. chest of drawers. خزانة زات ادراج. trains القطارات travel on space lines. ايوة. railway lines. اللي هي اه خطط سكة حديد او خطوط سكة حديد. nurses help space to get better at hospitals. الممرضات بتساعد مين? ايوة في المستشفيات. patience معناها مرضى. طيب he is a good teacher. he teaches. يبقى انا محتاج انا ظرف. هو يدرس. ايوة will. جيدا. the sun space as heat and light. واحد يقولي الزمن هنا هيكون ايه? ايوة براف عليكم. مضارع بسيط. ليه? علشان دي قاعدة كونية. universal fact. طالما universal fact. بس تخدم لها مضارع بسيط. اما مصدر او مصدر زائد اس. تمام? هنا the sun مفرد بتاخد مصدر زائد اس. عمر drives his car. انا عايز اوصف عمر ولا اوصف السواء بتاعته? باوصف السواء الفعل drives بياسوق. بحرص. يبقى على طول احط له ظرف. يبقى carefully. الظرف معروف. هو الصفة واضافة اللي لها. علي space with us. add the moment. ركز معايا في add the moment دي. يبقى انا بتكلم في زمن present continuous او المضارع المستمر. يبقى is staying. مضارع مستمر عشان add the moment. what's best you use to do when you were young? ما زعتدت ان تفعل? خلي بالك use to. على طول الفعل use to يبقى معادد. what did you use to? ماذا اعتدت ان تفعل عندما كنت صغيرا? pieces of equipment. هي عبارة عن قطع من المعدات او الادوات. that you can use. باستخدمها. to make. لكي تصنع. or repair things. او تصلح الاشياء. or called. بنسميها ايه? تمام. tools. ادوات. tools يعني ادوات. the food space buy علي. تمام. الطعام. عايز اقولي يأكل بواسطة علي ولا يؤكل. يؤكل. يبقى انا بتكلم في المبني للمجهول. يبقى المبني للمجهول يتكون من ايه? من ام او از او ار زائد التصريف التالت من الفعل. يبقى is eaten. is eaten التصريف التالت من الفعل eat. خلي بالك the food. الفاعل هنا او موجود مكان الفعل اللي هو بتسميه نائي بالفاعل هو المفعول. المفعول ده ينفع انه يتحط في المجهول. اهو الطعام يؤكل بواسطة علي. يبقى is eaten. I washed my face. انا getting up. انزى ايه? غسلت وشي فين? ايوه بيسن. اللي هو حوض الوش. رقيا سبيس هير ارم. while she was running. خلي بالك بينما كانت تجري. في حدث قطع الجري بتاعها ان هي اتعورت. يبقى رقيا هيرت هير ارم. عورت دراحة. هيرت هنا الماضي من هيرت. هو ثلاث صرفات زي بعض. هيرت هيرت هيرت. اسبيس does experiments to see how things work. لكي يرى كيف تعمل اشياء. اسبيس على طول يقوم بالتجارب العلمية. ايوا يبقى scientist. ممتازين رقم c. I can communicate with my cousin in sign language because he is deaf. انا بقدر ان انا تواصل مع ابن عمي. بلغة الاشارة. يتواصل مع communicate. ايوا with. برافا عليه. علي سبيس to school early every day. خلي بالك every day معناها ايه? كل يوم. سامع ناس بتقول مضارع مستمر. لا مش مضارع مستمر. مش is going. هنختار مضارع بسيط. لان every من علامات المضارع البسيط. مش المستمر. المضارع البسيط اللي هو اما مصدر go او مصدر زائد s goes. يبقى علي بياخد ايه? goes طبعا اللي هو الاختيار رقم b. معاها s دايما لانه مفرد. this is the doctor's best examined my brother. عايز يقول هزا هو الطبيب الذي كشف على اخي. هو طبعا لان الدكتور هنا عاقل. please be sure that you write your emails carefully. طبعا make sure تأكد. هنا make sure بمعنى ايه? تأكد. ان انت تكتب الايميلات بحرص. السؤال الخامس عندنا ايا and i. طبعا هنصوب ما بين القوسين. ايا and i. جاب لي verb to be studying math yesterday evening. طالما جاب لي yesterday evening. يعني امس مساء. يبقى هو بتكلم في زمن الباست continuous او الماضي المستمر. يبقى where studying. اللي هو بتكون من where زائد الفعل في الان جي. where studying. عشان ايا عند اي جمع بتاخد where وما بتاخد شوز. مونة. وبعدين go to the club two hours ago. خلي بالك two hours ago. يبقى ماضي بسيط. برافو. سمع ناس بطول ماضي بسيط. تبقى ايه? went. ممتزين went. ذهب. i like the book space my father bought me last week. the book ده غير عاقل. على طول اختار له which. الذي. playing sport is is space than computer games. عايز يقول افضل من. ايوه. better than. better than. يعني افضل من. عشان في كلمة زان هنا يبقى في مقارنة بين لعب الرياضة وبين لعب الالعب الكمبيوتر. يبقى better than بمعنى افضل من. سؤال الاخير عندنا هو سؤال الparagraph. عايزين نكتب من تسعين كلمة. عن your daily routine. موضوع بسيط وسهل بس احنا نركز بس يعني شوية صغيرين ان شاء الله وهنجيب الفول مارك فيه. اول حاجة بنصحكم ان انتم ما تكتبوش مباشرة في نفس المكان اللي هو مخصص لكتابة البراجراف. هنيجي على جنب كده ونكتب اه في الدرافت بتاعنا او الهامش نكتب الافكار بتاعتنا والافكار دي ممكن حتى لو كانت بالعربي ما فيش مشكلة وبعد كده نحولها الى جمل لغة انجليزية سهلة وبسيطة. والجمل دي نحافظ فيها على علامات الترقيم تكون سليمة. والجرامر يكون سليم. والسبيلنج بتاعنا يكون سليم. تمام? وفي جملتين فتاحيتين اهم في البراجراف ده. جايبهم لكم علشان نركبهم في اي باراجراف. خلي بالكم احرصوا جدا على انت تبدأ الجملة بحرف كابيتل وتختمها بنقطة. اول جملة عندنا فتاحية تنفع على اي باراجراف. سخلي بالكم انا سيب فراغ صغير في اول سطرة. دي حتة برضو كويسة. سيب فراغ صغير في اول سطر. اولا انا اعتقد ان هذا الموضوع مهم جدا. دي الجملة الفتاحية الاولى. انا سيب لكم اسفل هذا الفيديو ان شاء الله هتلاقوا فيديو مهم جدا لكيفية كتابة باراجراف آآ كويس. وكمان بالاضافة لي آآ تجميعة البراجرافات بتاعت الترمي الاول كلها. آآ اللي هي المتوقعة يعني. اعتقد ان هذا الموضوع موضوع مهم. دي اول جملة الفتاحية. في هذا الباراجراف. انا ساكتب عن وبعد كلمة دي بحط عنوان الباراجراف اللي عندي. العنوان الا حول الى. دايما بتتحول صفة الملكية الى صفة الملكية يعني اليومي. سايكتب عن ويدييي انا اليومي. انا عندي 13 سنة روتيني اليومي متشابه كل يوم أنا حقا لدي يوم مشهون بالعمل أنا بحب أن أستيقظ مبكرا أنا باستيقظ الساعة السادسة في الصباح ماما بتعدلنا دائما الإفطار بتاعنا أحيانا أنا بساعدها في صناعته ثم أنا بتناول دوش أو باخد دوش وبارتدي السكول يونيفورم بتاعي اليونيفورم المدرسي أنا دائما أذهب للمدرسة بالأوتوبيس والدايا يعملوا في المستشفى القريب هما بيستيقظوا بيصلوا للمنزل متأخرين لذلك أنا بأساعد في صناعة الغداء في المساء أنا بعمل الواجب أقرأ على الأريكة وشاهد التلفاز وأراسل أصدقائي I always go to bed at nine ودايما بروح للفراش الساعة التاسعة كده نكون خلصنا متحنة ما تنسوش لايك للفيديو دعم لينا ودعم للقناة أحبتي وحتى أراكم في الفيديو القادم بإذن الله أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته